في تقنية تصوير معروفة اسمها التايم لابس معرفش ترجمتنا تبقى ازاي التصوير مرحلي ولا تصوير زمني مش عارفة ممكن تترجم ازاي بس بالاختصار انه هي تثبيت الكاميرا بنفس الحجم وبنفس الزاوية والتصوير لمدة 24 ساعة او اكتر ده بيدي مع الفاست موشن او مع السرعة الكبيرة بيدي تأثير مهم جدا يعني مثلا لو انا عايزة اشوف نمو نبات ما واعريضه للناس اكيد مش هاود اعرض لهم شراية 24 ساعة او 48 ساعة او 72 ساعة انا بصور 72 ساعة وبعد كده مع الفاست موشن بتقدر تشوف في ثواني معدودة ازاي البرعم بيطلع من البزرة وبعد كده يتفتح الاخ 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 تايم لابس ده له شكل جمالي رائع وفي ناس كتيرة في استخدمه لاغراض مختلفة بس احلى تايم لابس شفته مؤخرا عمله مهندس معماري مش متخصص في الميديا ولا في التصوير نمو متخصص في محبة الاماكن المصريين ياخد كاميرته وياخد شنطته ويروح جبل موسى سانت كاترين النوبة الفيوم ويصور بس طبعا بتقنية اكثر تعقيدا من اللي انا قلته يعني مش مجرد انه بيثبت الكاميرا حركة النجوم وتغير نور من الليل للنهار بتخلي المشهد في المنطقة دي المصرية اكتر واحلى من اي حملة دعائية ممكن التلفزيونات تعرضها البلد خلينا نشوف بعض من رحلاته والتايم لابس لصوروا الاماكن في مصر وقد ايه هي رائعة ومبهئة اشتركوا في القناة 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 في النوبة اشتركوا في القناة 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 كده هو اي ضوء بيعدي قدام الكاميرا الكاميرا بتسجله لك انها بترسمه ففي الوقت دوت في الساعة دي النجوم بتحركت من ال point D لل point D فالكاميرا رسمت ال arc كله بتاع الحركة بتاع النجمة فانا ممكن اخد single shot يكون في كل الدايرة دي كده بينها لكن طبعا عشان اباين ال arc بيزيد وبيجبر ده effect. طيب ايه 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 عايز توصل بالتصوير ده تلقفين نفسك ازي ما إنت قلت فى البداية نفسك تشيب الهندسة وتكمل فى التصوير انا ممكن اعني اسيب بالنسباري لنا يعني انا اعيز من التصوير على المستوى الشخصي انه انا لو هعمل حاجة مختلفة محادش عمالها قبل كده انا ممكن انا اسيب الهندسة وابدأ اركز فى اللي انا بعمله لان خصوصا انا احبه وانا بستمع بكل لحظة وسأقعد فى الاماكن دى وأنا بعمل التصوير ده انا بصور انا انبهرت بالاماكن دي ولقيت ان كتير قوي عندنا صحابي وقرايبي ما يعرفوش الاماكن دي خالص فبقيت ان انا احبب ان اشارل الحاجات دي للناس والناس كلها تشوفها وتقدر تعرف ان في اماكن في مصر وهم ما يعرفوهاش خالص او ما شوفهاش لانه ممكن يكون مفيش اهتمام قوي بيها في تركيز على حاجات معينة او يعني ممكن نهتم اكتر ان التنوع دوت يعني هو يجيب لنا سياحة من نوع مختلف انت قصدك ان التركيز بيبقى على المنتجعات السياحية مش على الاماكن الطبيعية او بالزبط يعني هو في تركيز على حاجة معينة بس الاحاجات التانية دي يعني فيه ناس كتير بتحبها برضو يعني زي سينا مثلا فيها هايكينج اكتفتيز فيها كانيونز فيها كرق كليمينج الحاجات دي كلها بتجزب الناس كتير جدا غير الريزورتس يعني الريزورتس بتجيب الناس بتجزب الناس للسياحة اماكن التانية دي برضو بتجزب ناس من نوع مختلف عندنا في دهب مثلا وفي الغرداء وفي كذا حتة فيه ناس بتيجي مخصوص للدايفينج عندنا بلو هول من اشهر اماكن دايفينج في العالم الناس بتجي لها مخصوص من كل حتة عندنا في سيوة وفي الفيوم في ايكولوجيس او الفنادق البيئية والسياحة دي مطلوبة جدا والناس بتجي لها مخصوص وعندنا في سيوة فنادق من اغلى فنادق في العالم غير السياحة العلاجية برضو لفسيوة وحمامات الرمل وحاجات دي فإحنا عندنا تنوع رهيف في السياحة تنوع في الطبيعة في الطبيعة المهندس رامي إبراهيم خدي كندسة القاهرة 2007 بيشتغل مهندس معماري الى حين ميسرة يعني لحد ما يقدر يعتمد في دخله على التصوير بيعمل فيديوهات رائعة مكانها صحيح دلوقتي الانترنت اتمنى انه يعني في الفترة الجاية يبقى مكانها حاجات زي ناشنال جيوغرافيك حاجات زي ديسكوفري اتمنى انه تبقى ديش شاشات اللي بتاعلي تشغلك يا باشمعصر في اللي يا فيديو نزعك يا باشكوه الله شكرا 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 مخلوق تاني معذب أنقذوا حديقة الحيوان تعاني من مشاكل لا تخفى عن القسوة الزانية هي في تداهور مستمر أنا أفرح لما حد يجي يقولي إن أنا اللي غلطانة لأول مرة في حيوانات جديدة هتخش الحديقة لو كده أوكي أنا مش متضايقة جنينة حيوانات الجيزة بتحل محل ده موتوهم وخلوها جنينة ده ما كانش متابعة مفيش زبالة موجودة يبقى هي تصنيفها بقى كويس لا مش مزبوط بس مفيش حد بمسك القضايا بتاعت الحيوانات الرفقة بالخيوانات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر